وزيري البلدية يخاطب مديري البلدية لمعرفة من المتسبب بخصائر قضايا البلدية ويا الكندري والله بتينيني انت يعني انا بس لك سؤال على حجم المخالفات البلدية خاصة في الباع ومتجولين انا استاذ عيسى يمكن عيسه وانا اراويك بيتين مرة حجم مخالفات البلدية في بحليفة حجم مخالفات البلدية بالفحيحيل حجم المخالفات الاسواق في المهبولة شي غريب وعجيب شي غريب وعجيب اسأل وين مسؤول الباع المتجولين والاشغالات الطر وين هذا المسؤول في المهبولة ليش ما يطلعوا يا الموظفين شفتات هناك وبلغوني ان هناك شفتات ولهم اجازات ولهم كادر اهني المسؤولية تقع على مدير عام البلدية والوكيل المساعد والمدير المسؤول هناك لماذا لا يحاسب هذا المسؤول اذا كان مقصر شي اللي يمنع لما نروح لنقول لأسواق المهبولة ليش فيها حجم هالمخالفات هذي وين كنت يا مسؤول البلدية ما تشيل هالمخالفات هني السؤال يفرض نفسه ما في احد من البلدية يسأل المسؤول في المهبولة يقول له ليش ما طبقت القانون ما في مسؤول واحد في البلدية ما يحكي ما في مسؤول واحد في البلدية ما يعاقب وين مدير عام البلدية وين الوكيل المساعد وين الوزير وين رئيس مجلس الوزراء ما يشاهد ما يطالع ما يشوف ما يسألون شو المشكلة شون الحل ليش مطنشين وين الغلط في فساد ماكو فساد اش القصة فتطلع مدير عام البلدية وزير البلدية يخاطب في قضية خسائر البلدية بحوالي 14 مليون دينار وهناك مشكلة في الإدارة القانونية تسأل مدير عام البلدية ومدير عام البلدية سأل المسؤول الاتحد ومدير الشؤون القانونية يسأل الاتحد واخر شيء يطلع المسؤول هو عامل البلدية البنغالي يعني بذمتكم عامل البلدية البنغالي هو المتسبب في فساد البلدية نزل نقول ليه وليه المسؤولين هذوله براءة هذوله ما عليهم شيء لذلك لما نقول فيه عدالة اجتماعية لازم يتحاسب المدير ويتحاسب الوكيل ويتحاسب المسؤول على المنطقة اذا طبقنا نظام المحاسبة وعرفنا فيه نواب يحاسبون وفيه نواب احياء مش اموات انتبهوا للكلمة اعزائي المشاهدين لم يصير عندنا احياء مسؤولين احياء تقول يعيشينه يعني زامبي مثلا لا احياء مش بيتين الضمير حي الضمير حي لما يكون الضمير حي تختلف لما يكون المسؤول نظيف تختلف الامور لكن اذا المسؤول جنبازي واذا المسؤول حرامي واذا المسؤول ياخذ رشوة يطلع الحرام البنغالي والله بسكين البنغالي لو البنغالي عرف في قانون ما سوى الاسوال اللي يسويها يا العمال اللي من عرض تغري نقول العمال البلدية قايب يعوم في المهبولة في تشب يلف عحيل بالجليب احد بذمتكم تحرك تقول ابو احمد ما مليت لا والله ما مليت ابحكي 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 لما رب ياخذ الامانة غير يكمل غير يكمل حتى تنظف البلدية وليعلم كل مسؤول بهالدولة لازم عزال المشاهدين تطبقوا كل مواطن خفير صوروا بزوا المستندات تاخذ وقتا لما نعرضها نعرضها ونقول هلي المسؤول لكن لو نعرف في محاسبة يختلف الوضع صدقوني في اسبوعين يتعدل وضع البلد ادعو الله ان يحفظ الكويت وشوفوا وزير البلدية يخاطب أخونا مدير عامل البلدية يقول لنا بنعرف من المتسبب في قضايا خسائر قضايا البلدية يعني من المتسبب يعني أنا ولا أخونا العامل البنغالي المسكين اللي معاشها ستين دينار ويبيع من البسطة يطلع له مئة مئتين إذا هذا البنغالي ياخذ مئة مئتين بابا المسؤول كم ياخذ بالله ألف ألفين ما في مسؤول ياخذ ألف ألفين عشر عشرين ممكن هذا في الشهر ولا يبدون أي تكلف أحسن من أجار أي عمارة شوفوا التقريب القضايا التي تصلها البلدية فقد رصد ديوان المحاسبة بأن بلدية الكويت قد خسرت قضايا متراكمة بلغت أربعة عشر مليون دينار فقد قمت فورا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من ثلاث مستشارين من كبار المستشارين بالفتو والتشريع وقد قدم هذا الفريق تقرير بإدانة الإدارة القانونية وإدانة الإدارة العامة في البلدية وقد طلبت من المدير العام أن ينفذ كل ما ورد من توصيات لجنة التحقيق وبعث برسالتين وخطاب إلى المدير العام وخطاب إلى مدير الإدارة القانونية بتحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات حتى يتم إحالتهم إلى القضاء شكراً لك رئيس يوم قالوا مروا الثين مراقبين البلدية في منطقة السالمية وقفوا في المحل الخضرة قالوا شحقه حات خضرتك بره في الممر ممنوع قالوا شي لها عطنا كرتونين ماي وعطنا بصل 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 وعطنا ما دل شنو وشوية قرقير وشوية ظهر في مزة طماط وطماط أحد الإخوان يقول لي في بل شويخ مطعم يمرون عليهم والبعض نه من الوقت البلدية كل يوم يبلين ريوق صح كل يوم يبلين ريوق ترى والله هن ما يبت ريوق نخالفك ونسكر محل كم محل مخالف في الجلي وكم بسطة مخالفة في المحبولة وكم بقالة مخالفة في الوفرة وفي المطلاع وفي تبد وما إلى ذلك هذه معلمات استفهام يا مسؤولين البلدية ليش المراقب يسويوا شذي وهذه القصص الكل يسمع فيها بس ما حد يتكلم عنها أنا اليوم أرويها لكم أنقل الهموم أنا لو بأنقل الهموم ما رح يخلط وما علحاد شي على أسماعك اليوم بروين لكم قصص وبالكويت وخي نكون شفافين وصريحين مع بعضنا البعض ويلا يتمسونين بالدولة يسمعوننا ترى الغرض مو شهرة مصلحة بلد انتوش تبو تبوون إصلاح ولا تبوون جنبوزة ولا نقول كل شي تمام لا مو كل شي تمام هنا دور دور الناس الأحياء وليس الأموات لضمائرهم حية أنا أتمنى من هيقة مكافحة الفساد التي تشتغل يليت نحاسب الناء بجمال الأعمر في خبرنا اللي بعد الثالث يقول أن هناك وزراء لا يبهون بملاحظات دوان المحاسبة هناك وزراء مش أحياء هناك وزراء لا يرون لا يسمعون لا يتكلمون بس خايفين أن يضيع الكرسي هناك مسؤولين همهم ها الكرسي هذا ها الكرسي أحطه فوق الطاولة أنا بسأل بعض المسؤولين في الدولة أنا أدزها الكرسي أنا أنا أدزها ترلي في المستشفى المهم أنا بسأل بعض الوزراء أنا رسالة أوجهها الوزير ها الكرسي أنتو اللي ميتين عليه هذا كرسي آخر شيء نقط بالمخازن وينباعب سوق اليمعة لهالدرجة الكرسي أغلى من الكويت لهالدرجة الكرسي صار قبركم أنتو في النهاية بتندفنون بتروحون عند ربكم يحاسبكم أنسوا الدنيا وأنا أقول لكل أصحاب الملايين خلوش يمكن قاعدوا حلواني كشاف مضبوطي كشاف مضبوطي أنا بسألكم سؤال يعني أنت الحين كل وزير كم عمره يلا كم عمره لخلنا على زاوية أحسن كم كم عمركم ستين سبعين أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين بتعيش كم يلي تملكوني الملايين واحد عنده مليار يارب يصير عندي عشرة مليار إيش حقه يا أخي عيش بالمليار وقول للحمد لله اشترك جزيرة بمية ألف وعيش فيها وتمتأ مع أحفادك مع عيالك سافر تونس آخرتك تبتموت آخرتك حساب وبس بالفلوس لا بالفلوس أبي مناقصة وبي خمسة بالمية والمراقب يأخذ لك كرتونين ماي والمزة وهالكرسي مستذبحين عليه كلهم يابون كراسي يا أخي الكرسي اللي تقعن عليه حتى تحاسب والله العظيم حتى تحاسبون والله بالله بالتحاسبون ويمكن الفقير البنقال اللي يصلي الفير وملتزم وعايش وراتبه ستين دينار بخير وصحة وينام ويطلع ويا ربعة ويشرب مالهم هذا مايش اللي يشربونه وعايشين ويسهر ويسول للأشار مالهم وياكل ومرتاح لكن انت يا صاحب المليارات وانت يا الوزير واللي عندك شالهات وعندكم خير والتهاوشون على معالي الكرسي لأن انتوا في الأصل يتهاوش على الكرسي هو كرسي أنا أقول لكل الميتين الذين لا ضميرة لهم والله بتحاسبون إذا أنت مخايف بالدنيا خاف بالآخرة فكر بين نفسك أنا أقول للوزير وأقول للمسؤون تخيل الحين يا لك عزراين وقال يوم يومك والساعة ساعتك والدقيقة دقيقتك تفضل وودوك المقبرة ولافينك وبهاللح تحطوك وانت تسمع واتفنوا عليك مال بيفيدك كنت معالي وكنت عمًا واليوم أصبحت لا شيء ويمك أفقر الناس متفون ويمكن عايشة بخير تبدأ المحاسبة شي بترد تقولهم أنا عم تقولهم أنا الرئيس فلان لفلاني أنا الملك أنا الأمير أنا الشيخ أنا التاجر أنا العم الأعمام كان تمشي وراي أمم اليوم أنت في القبر خلصت وخذعات ماذا رح يفيدك لذلك نتكلم عن الأحياء أقول اليوم في عشرة بالمئة عشرة بالمئة بالكويت أحياء وهناك تسعين بالمئة ميتين إحنا هالعشرة لم نسويهم عشرين وأنت البداية يا هالكويت في الإصلاح طبعًا مهما حتشينا لأنهم ميتين ما يسمعون لكن يمكن من الألف يقول والله يمكن حتشي هذا صحيح يمكن واحد إخوانشي يصحي يمكن واحد تاجر حرامي يصحي يمكن وزير يربط عصاعس وشريك شركات وشريك في شركات تاخذ العمولات وما تخلص المشاريع يصحون يمكن أصحاب غسيل الأموال يصحون يمكن لظالمين فقير يصحون اللي ياخذ عموله يصحي يقول صج إحنا بنموت وبنتحاصل شوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر